هطلع من ده على خبر محافظة الشرقية بس مش النهاردة يعني منذ سنوات وصلت لحوالي 30 سنة ومحافظة شمال سيناء مش النهاردة منذ سنوات محافظة شمال سيناء منذ 30 عام رفع أضايا في المحاكم تختصم فيها مواطن على 120 جنيه او الله 120 جنيه انت بتخيل التلاتين سنة متخيل حجم الورق والمكتبات والمحمل اللي ترافع يعني ومحافظة الشرقية مش المحافظ بقى يعني في خلال تلاتين سنة ايضا بيقاضي مواطن اخر على في حدود 124 جنيه اضايا اضايا منظورة امام القضاء بقى لا تلاتين سنة هو انا مندهش اول حاجة انها استمرت تلاتين سنة ومندهش ان القضاء حكم فيها ومندهش ان فيه محامي رايح يترافع عن المحافظة يخربيت التفاهم يعني يعني انت خيل انت امام دولة وجهاز اداري في الدولة المصرية يجيب شلل شلل هذا الشلل استفز القاضي القاضي طلع حيثيات يجب ان تقرأ يعني حيثيات على ايه يعني هو طبعا لغة القضاء دي لغة سامية يعني وبيستخدب كده الفاظ لغة عربية فصحة وبيقول كلام حلو بس انا بتكلم بالنيابة عن القضاء لو في الحاسيات عايز يقول لو ادي ليه بيشت بالشكل ده لا دلت هو حجيبه دورة في الدولة يعني وعايزوا ليه يخرب بيوك يعني المحكمة بتقول لك القاضي اولا المحكمة دي ايه المحكمة الادارية العليا يعني القضية عمالة تطلع 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 لحد بوزة المحكمة الادارية العليا محافظة بتقاضي مواطن على 120 جليل من 30 سنة ماشي كده فالمهم المحكمة بتقول لا يجوز اتخاذ ظاهر القواعد القانونية سطارا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة مش معنى ان انت معاك حق قانوني كمحافظ ان انت ترفع عضية فتسيء استخدام هذا الحق يا راجل وزنها انت رايح تجيب محامي وتبعد وتشغل القضاء اعلى سلطة ادارية في الدولة عشان 120 جليل ده مش جاي تمن القلم اللي انت عملتك تبقي يعني واشرت المحكمة الا ان فكرة